ما هي الحاجة إلى المرجعية الدينية للأمة؟ الدين بمعناه الأعام الذي يشمل كل الحياة طولا وعرضا بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أكتفي بنقطة واحدة الحاجة إلى المرجعية الدينية بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هي الحاجة إلى النبوات والرسالات الإلهية لماذا البشرية تحتاج إلى الأنبياء؟ العجيب الله تعالى جعل الخليفة قبل الخليقة أول كائن أول بشر على وجه الأرض نبي كان وكانت هناك أمة مشكلة من فردين في البداية أحدهما نبي أبونا آدم وأمنا حواء صلى الله عليه وواحد منهم نبي ما هي الحاجة إلى آدم؟ ما هي الحاجة إلى إبراهيم؟ ما هي الحاجة إلى نوح؟ ما هي الحاجة إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله؟ القرآن الكريم يبين كليات يبين مجملات ما هو النظام السياسي؟ أكو في القرآن الكريم لكن على نحو الإجمال الآن ألوف الأسئلة توجد في عالم السياسة القرآن الكريم يحتوي الأجوبة كلها على نحو الإجمال النظام الاقتصادي العالمي الآن يطرح عليكم ألوف الأسئلة الاقتصادية القرآن الكريم يحتوي على نظام اقتصادي ولكن يحتوي على كليات من الذي يجيب على هذه الأسئلة؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما نعلم الفترة المكية كان مضغوط فيها إلى أبعد الحدود تشريعات ما كانت بذاك الشكل في المرحلة المكية 13 عام عشرة أعوام المرحلة المدنية فيها أكثر من ثمانين حرب أو غزوة أو شبههما فمن هو المبين؟ من هو الموضع؟ من هو الذي يجيب على تساؤلات الأمة؟ من هو الذي يجيب على تساؤلات التاريخ؟ من الذي يجيب على التساؤلات السياسية؟ من الذي يجيب على التساؤلات الاقتصادية؟ من الذي يجيب على التساؤلات العقائدية؟ من الذي يجيب على التساؤلات الاجتماعية الإمام بعد النبي الغدير قام بهذه المهمة تعيين المرجعية للأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في تفسير الفخر الرازي وحديث الثقلين المذكور في صحيح مسلم حديث الثقلين اشتركوا في القناة